طيب دكتور يعني المشكلة دي أكيد لها أسباب يعني عايزين نعرف إيه هي أسبابها طيب في الطب عامة فيه أمراض كتيرة بنوع عليها disease of theories يعني إيه disease of theories يعني الأمراض كتير لها أسباب لكن فيه أمراض بيجي ندور على السبب اللي عمل المرض ده ما نكتشفهش بنقعد وإحنا متأكدين المرض ده موجود وليه أعراض وبيعمل مشاكل لكن إيه اللي وصلنا للمرض لا نعرف لو سألتيني إيه اللي بيخلي وجود خلايا بيطانة رحم برا الرحم ما أقولك ما عرفش لكن فيه نظريات كتير منهم إحدى النظريات بتقول إن إحنا وقت الدورة الشهرية زي ما خلايا بيطانة رحم بتنزل عن طريق عنق الرحم شوية خلايا تخش جوه خلوات فلوب الأنابيب بتاعت السيدة وتخش جوه تجويف البطن والحوض وتلتسق أي إن كان المكان اللي هل تلتسق عليه هتعمل بيطانة مهاجرة عليه سواء مبيض أمبوبة عضلة رحم الأربطة بتاعت الرحم مسانة القولون أي مكان هتمسك فيه هتعمل لي خلايا مهاجرة عليها هاي فيه بعض نظريات يقول لك لا هو كل الستات بيحصل لهم الريترو جريد من استرويشن أو ارتجاع الطمس اللي بنقول علينا هتخش عن طريق الأنبوبة ولكن ربنا خلق الجسم بخلايا مناعية بتقضي على بطانة الرحم أو أي خلايا في غير مكانها قبل ما تلتسق على الأنسجة بتاعتنا تمام؟ تمام في بعض السيدات المناعة بتاعتهم ضعيفة فالجسم يحاول يتخلص من الخلايا دي وقت ما تلزق على جدار مثلا تجويف البطن أو على الأنبوبة أو على المبيض ويفشل فيتكون بطانة الرحم المهاجرة نظرية تالتة تقول لا دي حاجة اسمها خلايا جنينية ايه الخلايا الجنينية دي؟ خلايا جنينية عبارة عن خلايا تقدر تتحول لأي خلايا في الجسم اسمها undifferentiated stem cells دي موجودة مع خلقة السيدة دي وجات في مرحلة معينة قررت انها تتحول لخلايا بطانة الرحم فعملت خلايا شبيهة بخلايا بطانة الرحم وعشان هي شبيهة لها بتتفاعل هرمونيا زيها بالظبط